موسيقى الحالة الوبائية لكوفيد 19 بإندي الشرق صارت مستقرة تماما بفضل الله ثم بفضل جهود السلطات المحلية والمواطنين الذين طبقوا الإجراءات الوقائية بحذافرها هذه حصيلة اللجنة الفرعية للسلامة الصحية بإندي الشرق الأمين العام لولاية إندي الشرق محمد عبد الكريم علي أثناء ترأسي الاجتماع حي الجهود المبذولة التي قدمها المواطنين خلال تلك المرحلة الصعبة التي مرت بها الولاية رئيس لجنة الوقاية والسلامة الصحية بإندي الشرق عبود هاشم بدير أرجع أسباب ارتفاع عدد الإصابات هنا إلى التجمعات والعوازيم وأماكن التعازي موشيدا بجهود الحكومة في الدعم المادي والفني وكذلك أصحاب البدل البيضاء من جانبه المندوب الصحي لولاية اليد الشرق دكتور رمتباج جسناء قدم حصيلة الحالة الوبائية لشهر ديسامبر ويناير والتي أكدت ارتفاع عدد الإصابات إلى 76 إصابة شفيت جميعها دون تسجيل أي وفيات داعيا المواطنين إلى مواصلة تطبيق الإشراءات الاحترازية حتى لا يتكرر السيناريو المرعبة الذي عشته ولاية اليد الشرق نوقف وفيات الأمهات وأطفالهن شعار دام مرفوع لحكومة جمهورية شاد بمساعدة شركائها في الصحة يأتي هذا المشروع لتغذية الأم وطف وأن هذا قسمه الثاني الذي يمتد لعامين بالدائرة الصحية لمحافظة أبو قدام مندوب الصحة بوداي أديتور عبد المحمود شين أبدأ ارتياحه بهذا المشروع معكدا أن المشروع سيقدم دفعة كبيرة في تحقيق الهدف المنشود داعيا المواطنين بالوعي التام سيما النساء للاستفادة القصوى من هذا المشروع لحماية صحة الأم والطف بدوره مدير منظمة باز دهب منوفي أشار أن القسم الثاني من هذا المشروع يتركز في دعم الأقسام المعنية بتحسين صحة الإنجاب بأبو قدام وفي افتتاحه لهذا المشروع الأمين العام لولاية ودائي محمود محمد صالي هيار نوه أن صحة الأم والطفل هي من أولويات الحكومة شادية معضيفا أن هذا المشروع وغيره ما هو إلا تنفيذا لخطة الحكومة وأن هذا المشروع يستمر في الخدمة لمدة عامين بتكلفة مالية بلغت أكثر من ثلاثين مليون فرانك سيفا وسط حضور الأهالي وأولياء أمور المتسابقات استهلت هذه المناسبة بتلاوة من ذكر الله الحكيم ومن ثم تحدث مؤسس خلوة مبروكة السلام لتحفيز القرآن الكريم الشيخ ألي محمود فضل حيث أشاد بدور أولياء أمور الفتيات لإرسالهن إلى المدارس الإسلامية القرآنية قد ياتي البشارات من الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من رزق من هذه البنات فأدبهن وعلمهن وأحسن إليهن كن له سترا من النار يوم القيام نائب رئيس المجلس العالى للشؤون الإسلامية الشيخ أبدالدائم أبدالله أثمان أثناء على جهود الجهة المعنية والتي ساهمت في تأسيس هذه الخلوة المباركة ودورها من أجل خدمة أبناء المسلمين القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه وللإشارة فإن هذه الاحتفالية التكريمية جاءت بعد مسابقة لإحدى عشرة طالب في حفز كتاب الله وتم اختبارهن في سلاسة أجزاء من القرآن الكريم برواية عاصم وتوية المناسبة بتوزيش شهادات تقديرية للمتسابقات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر